دعليل عليها زادة تم اتهامك بالسماح بتهريبة بأياد من جامعة الفتح هذي من المغالطات وهذه تم فيها فتح بحث وتم سماعي أنا لإخران بشمان وذايا صار فيها برش حديث لكن بالنسبة بالعكس التحقيق اللي عايتلي في الموضوع عذايا بعد ما اسئل لناس كل قال لهم مش هو دور عبد الكريم غاديك القام عندي حتى دور بل بالعكس ناس تنشر في تصوري في جامعة الفتح هو التحقيق وراني سيدي كامل تسجيل تعشرط الفنية كيفاء الجامع معناها مدير عام ستوفيق ديماسي وهذه من الأخطاء الكبيرة اللي صارت في وزار الداخلي صار حوار بين ويبين ستوفيق ديماسي وقتها أنا كأي مواطن تونسي وذي كحونتي تسمى بش نصلي جمعة وقتها وعندي موضوع في الضعف بش نخدمه اتزامنت مع وجود أبو عياد وجامعة الفتح مش تعبو عياد تعطتو أنسى كل اتزامنت وقته هو موجود غاديك يعني أنت تواجدت صدفة في جامعة الفتح في لحظة أنا كل يوم هو صدفة لا هو مبرمج هو يبرمج هو يبرمج مش بش يبرمج مع إنسان أمني يعني ما كانش عندك حتى دور أنت في عملية تهريبة أبو عياد ولا في المفاوضات معنا لو كان جاء عندي أي دور في الموضوع ذلك لأنت حكمت في الموضوعات لأنه تحل فيها بحاث وفهم ناس موقوفه في الحبس خلوا فهم مع هذه الفترة يشاع أنكم بعثتم معناها خلال هذه الفترة تقريب شركة لكراء السيارات الرباعية الدفعة اللي تشبه السيارات وزارة الداخلية وذلك لتسهيل تهريب الإرهابيين شنية حقيقة هذه الشركة وشنية حقيقة هذه الاتهامات بالنسبة لديه فهم واحد نقابي أمني هو للدعاء في الموضوع ذلك وش كنت بيه أنا عسامة دردوري بوضوح معنا لا ماذا بيه ما جبتش لسمها مش هو بركش بد بيه برش أنا جبت لأنه أنا ارتأيت أني الناس هذية ما نجبت حتى واحد منهم لأنني فهم قضايا مرفوعة ضد برش بالنسبة لل سامحني رابا كي تسني في سواكي مكينة يعني نتأثر بالحق على خطر فهم برش عبيت اللي هي ما تسوح حد شيء الارتجال من المرتعشة ردوهم يسيوا برش وهذا والأمث لبرش يعني ماذا ماذا هذه الشركة بالنسبة للشركة هذه هو قال لكوني أنا عندي أربعة يعني سيارات الموضوع توا صارت إيدانت إيدانت من الدعاء هذا إيدانة معناها هو تحكم بالسجن بالنسبة بالنسبة للسيارات هدومة مشيه لأنه هو أعطاه مصدر السيارات مصدر السيارات به مشيه هو مراجعه عمله وقت ينا توقفت عمله خمسة وعشرين تسخير عدلي ضدي كي مشيهوا للسيارات هذه الدار بتاع السيارات أشيقاوا ألقاوا في العام ذاكة 2012 و2013 الشركة هذه ما خرجتش حتى سيارة بالنوع ذاك وهذه من المغالطات نعم يعني مش هذا شوف أنت أنت التوقت اللي يخبرك اللي كوني أنا مشيت نخدم في ورشة بن عروس لا أنا شديد رئيس مصلحة الأمن بتاع بتاع التجهيز بتاع قليم بن عروس بيدار الفرعيري وسائل النقل بيدار القصع بن عروس لا لا مش بيدار القصع تابع القليم تابع القليم تابع دار العامل من العمومي بالنسبة شو الدعاء قالوا لي كوني أنا جيت الكراب هدوكم دخلتم بن عروس وادهنتم أكحى الوابة وتخلت بها من الجنوب ندخل بها في السلاح يعني شوف هالمغالطات يعني كراب الشرطة تدخل في السلاح من الجنوب حسينوا هدايا أنا ما نحبش نحن 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 شكرا